إسرائيل تبحث عن بدائل لعملية واسعة في رفح. هذا ما ذكرته إذاعة الجيش الإسرائيلي اليوم. حيث قالت إن الأجهزة الأمنية تبحث عن بدائل لعملية عسكرية واسعة في رفح. ولكنها تصر على عملية في محور فلادلفيا. على حدود القطاع مع مصر. ونتسأل لماذا تصر إسرائيل على القيام بعملية عسكرية في رفح. حتى وإن كانت محدودة. وما الموقف المصري من خطط بديلة تبحث عنها إسرائيل في محور فلادلفيا. إذن نتحدث عن محور فلادلفيا. ولا بد من معرفة تفاصيل أكثر عن أهميته العسكرية بالنسبة للإسرائيليين. محور فلادلفيا أو صلاح الدين. وهو منطقة عازلة. نراها هنا في الخط الأحمر. هذه المنطقة العازلة عند الحدود المصرية مع قطاع غزة. تمتد لمسافة 14 كم من البحر. وحتى الحدود وهو معبر كرم أبو سالم. في حين لا يتعدى عرض هذه المنطقة بضعة مئات من الأمتار. في هذه المنطقة تحديدا كانت خاضعة لسيطرة إسرائيلية كاملة. حتى تاريخ انسحاب القوات الإسرائيلية من قطاع غزة عام 2005. فيما يعرف بخطة فك الارتباط. هذا الانسحاب بناء على بروتوكول فلادلفيا الموقع بين مصر وإسرائيل. سمح لمصر بنشر 750 فردا في هذه المنطقة. وهي قوات شبه عسكرية على امتداد الحدود مع غزة لمكافحة الإرهاب والتسلل. لكن في العام 2007 سيطرت حماس على القطاع ما سمح لها بإنشاء أنفاق على طول المحور. كانت تمثل بالنسبة لها شريان حياة انطلاقا من سيناء في الجهة المقابلة. وهو الأمر الذي قابله أكثر من إعلان مصري عن تدمير تلك الأنفاق. الحديث عن سيناريوهات بديلة يعيد إلقاء الضوء على هدف إسرائيل. الذي أعلنته في ديسمبر الماضي بإنشاء جدار أمني في هذه المنطقة. تقول بأنه بالغ التعقيد تحت الأرض في محور فلادلفية لمكافحة التسلل والإرهاب. هو الأمر الذي لم يحظى بعد بموافقة مصرية. حيث لا تزال القاهرة تحذر من أي عملية عسكرية في المحور. متحدثة عن تداعيات هذا الأمر على اتفاقية السلام المواقعة بين البلدين. وللحديث أكثر معي من تل أبيب بور يساكر رئيس قسم الأبحاث في منتدى الدفاع والأمن الإسرائيلي. أهلا بك سيد يساكر. بدأي لعملية واسعة في رفح. يعني التخلي عن الهدف الذي كان يتحدث عنه إعلاميا. بن يمين نتنياهو رئيس الحكومة الإسرائيلية. بأنه ذاهب لرفاح لي القضاء على آخر ما تبقى من كتائب حركة حماس. كما يقول هذا التخلي هل هو بسبب الضغط الدولي أم الضغط الداخلي؟ أم لعدم وجود جدوى من هذه العملية؟ مرحبا. لا أعتقد بأن إسرائيل تنظر إلى بدائل. إنه نتيجة للضغط الأمريكي. وأعرف بأن وزير الخارجي الأمريكي بلينكين والرئيس بايدن يعاردان عملية عسكرية في رفح. وبكل حقيقة دون أي تبرير. في بيت حانون في رفح. غزة خانيونيس. ليس هناك فرق. أما الفرق فهو الكم الكبير من المدنيين. إن إسرائيل تبني مدن من الخيام. اللي يمكن للاجئين الانتقال إليها. برأيي كان يشتب على إسرائيل أن تدخل عبر معبر فيلادلفيا إلى رفحة في أوائل شهر ديسمبر أو آخر شهر نوفمبر الماضي. فالأسرة الدولية كانت فقط مركزة على منطقة واحدة في غزة. لا يجب أن يكون هذا الأمر مسألة كبيرة. أما الآن فأصبح كذلك. ولا بد اليوم على إسرائيل أن تقنع الأمريكيين أن لديها خطة لإجلاء الآمن للمدنيين. ولكن من حينما نقول على إسرائيل أن تقنع الولايات المتحدة. من إسرائيل التي ستقنع؟ إسرائيل المنقسمة التي تقول اليوم يدعو تحرانوت في مقال لها عن خلاف خطير. تصفه بأنه خلاف خطير بين رئيس الوزراء بن يمين نتنياهو ورؤساء الأجهزة الأمنية حول مسار هذه الحرب. وتعرف بأن هناك مسؤولين عسكريين وأمنيين زاروا واشنطن. وكانت هناك وجهات نظر مختلفة عن القيادة وكابنت الحرب. هناك خلاف داخلي في إسرائيل عن مسار هذه الحرب. برأيك هذا الخلاف هل يحل بمسألة تجنب الدخول إلى رفح؟ أم بمسألة إعادة المختطفين الإسرائيليين من قطع غزة إلى ذويهم؟ الحمد لله أن هناك تباينات فنحن ديمقراطية ومن السليم أن تنشب التباينات. نحن في حركة من أضباط القدامى وخبراء الآمن قمنا باستطلاع للرأي. سأل الإسرائيليين ما هو تحديد الانتصار بحد رأيهم؟ وكانت النتيجة هي الانتصار يعني تطهير قطع غزة من حماس ووحدات حماس وعودة الرهائن. هناك 133 راهين لا يزال في الاحتشاث بغير شرعي. أحيانا يقال عن نتنياهو بأنه يشن حرب. إنها دولة بأكملها مع مؤسسة من الضباط والجنود والكثيرون والحكومات عادة توافق على مستهر العمليات. أعتقد بأن إسرائيل منحت حماس فرصة طولها شهرين وثلاثة أشهر للتوصل إلى صفقة للرهائن. وأعتقد أن حماس لا تظهر إشارات عن رغبتها بإخلاء سبيل الرهائن. ولكن سيد ساكر يبدو من كلامك تبدو من هذه الإجابة بأن الانقسامات خصوصا على المستوى الأمن هي انقسامات بسيطة ولا تؤثر. ويعني الواقع ونحن في مجال الإعلام تكشف غير ذلك خصوصا على المستوى السياسي. إيرلابيد مثلا يجعل أولوية عادة الرهائن الإسرائيليين من غزة إلى ذويهم. يعني هي الأولى وينتقد كثيرا رئيس الحكومة بن يامين نتنياهو. ويعتبره بأنه يجري وراء مصالحه السياسية الشخصية وليس لأجل مصالح إسرائيل. هذا عمله ووظيفته كقائد للمعارضة زعيما للمعارضة يتحل بوجهات نظر خاصة به. إن الإسرائيليين يؤيدون طريقة نتنياهو بقيادة الحرب للسيطرة على قطاع غزة. أعتقد أن الإسرائيليين لديهم بعض انتقادات حول الشخصيات سياسية ولكن قسم كبير من الإسرائيليين ليس لديهم معارضة لإدارة هذه الحرب ويريدون أن لا تكون قطاع غزة قاعدة للإيرانيين. أنا ألتقي بالألاف من الإسرائيليين ومعظمهم يريدون اليوم أن يفهموا مثلا مسألة السياج بين مصر وقطاع غزة في رفح على معبر فيلادلفيا. فاليوم الإسرائيليون لا يريدون أن يروا قطاع غزة تحت حماس أبدا من جديد. وبالتالي حينما يتم الحديث عن بدائل كما ذكرنا في بداية هذه المقابلة تريد إسرائيل أن تذهب لها فيما يتعلق بالعملية العسكرية. أحد هذه النقاط هو محور فيلادلفيا وأن يكون هناك تواجد إسرائيلي. ومصر على أقل تقدير حتى الفترة الماضية كانت تعتبر بأن ذلك مساس بالأمن القومي المصري. وهو يهدد اتفاقية السلام بين الجانبين. كيف يمكن أن نفهم إصرار إسرائيل على الذهاب إلى هذا المدى حتى وإن أثر على علاقتها مع مصر؟ أظن أن يجب أن نأخذ في عين الاعتبار المصلحة المصرية. وعلينا كذلك اعتبار المصلحة الإسرائيلية في نفس الوقت. إن الأسرة الدولية تاريخيا لا تحب مواجهة القوى المهددة. وهي تؤكد على ما نسميه كرامة الدول في الشرق الأوسط. وهنا في هذا الصدد أقول أن لإسرائيل أيضا كرامة ومصلحة وطنية ويدعين على مصر أن تحترم ذلك أيضا. وبالنسبة للديبلوماسية إن إسرائيل ليس لديها رغبة بالمجازفة باتفاقيات السلام. إن الرئيس المصري السابق مرسي لم يجازف بالاتفاقية باتفاقيات السلام. الجميع يفهم مصلحة البلدين. وليس هناك سبب لمصر لكي تتصرف بهذه الطريقة. وإسرائيل ستأكد من الفلسطينيين سيتوجهون شمالا وليس نحو الحدود مع مصر. وفي هذا الصدد المصريون قادرون على التنسيق والتعاون. بالنسبة لمسألة الحدود والدفاع على الحدود يمكن حل هذه المسألة أيضا. أما الدبلوماسية عبل المذياعات. فهذا ينبع عن الضغط الداخلي الشعبي وليس من استياء مما تفعله إسرائيل. وهو الإمكان الذي تتحدث عنه أنه يمكن حل هذه المشكلة ويمكن حل تلك المشكلة. يريت أن يكون بهذه السهولة. ولكن تعرف وذكرت بأن هناك كرامة لهذه البلدان. وقلت أن لإسرائيل أيضا كرامة. وبالتالي لا بد أن يتم التوصل إلى اتفاقات معلنة ومكتوبة بين الجانبين. شكرا جزيلا على هذه المشاركة ضيفة من تل أبيب ووريا ساكر. رئيس قسم الأبحاث في منتدى الدفاع والأمن الإسرائيلي.